هل سبق لك أن تسألت كيف يمكن تحويل الكسر غير الفعلي إلى عدد كسري بسهولة؟ تابع معي هذا الفيديو لتتقن هذه المهارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سأقدم لكم اليوم طريقة بسيطة لتحويل الكسور غير الفعلية إلى أعداد كسرية ودون الحاجة لاستخدام القسمة الطويلة لنبدأ من خلال مثال فلتحويل الكسر غير الفعلي ثلاثة على اثنان الذي بسطه أكبر من مقامه إلى عدد كسري نحاول كتابة البسط كمجموع أعداد تساوي المقام اثنان قدر الإمكان حيث أن الثلاثة تساوي اثنان زائد واحد لذلك نعيد كتابة الكسر غير الفعلي على شكل مجموع كسرين جديدين بسطهما هم اثنان زائد واحد أما المقام فهو ثابت اثنان للكسر الأول واثنان للكسر الثاني ولكن الاثنان على اثنان تساوي الواحد صحيح لينتج العدد الكسري واحد صحيح وواحد على اثنان والذي نستطيع تسميته أيضا بواحد ونصف ومع مثال آخر لتتضح الفكرة أكثر لو أردنا تحويل الكسر غير الفعلي ثمانية على ثلاثة إلى عدد كسري يجب أن نعيد كتابة البسط كمجموع أعداد تساوي المقام ثلاثة قدر الإمكان حيث أن الثمانية تساوي ثلاثة زائد ثلاثة زائد اثنان لذلك نعيد كتابة الكسر غير الفعلي على شكل مجموع ثلاث كسور جديدة هذه المرة بصوتهم ثلاثة زائد ثلاثة زائد اثنان أما المقام ثابت ثلاثة للكسر الأول وثلاثة للكسر الثاني وثلاثة للكسر الثالث أيضا هنا الثلاثة على ثلاثة تساوي واحد نستبدل الواحد زائد واحد بالعدد الصحيح اثنان لينتج العدد الكسري اثنان صحيح واثنان على ثلاثة والذي نستطيع تسميته أيضا باثنان وثلاثان أتمنى أن طريقة تحويل الكسر غير الفعلي إلى عدد كسري دون استخدام القسمة الطويلة قد أصبحت واضحة لديك الآن وفي المستقبل سنتعرف على طريقة تحويل الكسور غير الفعلية إلى أعداد كسرية ولكن بالقسمة الطويلة هذه المرة بالإضافة إلى العمليات الحسابية على الأعداد الكسرية والكسور غير الفعلية وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم ولا تنسوا الاشتراك في القناة للحصول على المزيد من الفيديوهات التعليمية الممتعة والمفيدة وإلى لقاء آخر دمتم في أمان الله شكرا للمشاهدة